السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخوة أخواتي لكم بخير وخوة أخواتي وليس جيدا في مما كنتم تشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو اليوم سنتقسم خضيرة صوتي طريقة مختلفة تزيل دائماً ترفق بها الأطباق صحية 100% فما عليكم أخوتي ستبقوا معي الفيديو من الأول حتى الأخير باشتوفوا معي جميع المراحل ديالها وقبل ما نبدو الفيديو ديالك فيما العادة ما ننسوا الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما تنسونيش أخوتي من لي لايك وقوم تعاليكم الزوينة اللي كتفرحني بزف وشكرا لكم بزف على تعاليكم الزوينة مع الفيديو اللي تفعلتوا فيه شكرا للي خطيكم عليها أغلى وأحسن متتبعات فندزل الطريقة والمكونات مع بعدياتنا فبسم الله على بركة الله كناخد هنا وحد البرماء أول حاجة اللي غدي نوضع فيها وحد الكمية ديال الماء واحترفات ديال الحامض وكنوضعها فوق النار جانبا يسخن الماء كنوضع البرماء ديالي من بعد هنا كناخد الخضيرة بالنسبة الخضيرة اللي غدي نستعمل عندي هنا البطاطا كيف ما كتلاحظو رهدي جانقية وصلت طبيعة الحال عندي الجزار أو زرودية وعندي أيضا واحترف ديال هاد القرعة هادي مخضرة ومحمرة كيف ما كتلاحظو يعني هذه القرعة الحمرة مي مزالة محمارة يعني بقية طرية صراحة تجيو وعرة ووعرة بسهر الناس اللي عندهم القرعة مغروصة حييدوها قبل ما تحمر وزربوها عندي هنا واحد الكمية كيف ما تحبه يمكنك تضيفو القرعة يعني القرعة الخضراء ويمكنك تضيفو البروكولي يمكنك تضيفو الخضيرة ولي عندكم بطبيعة الحال كما تريدكم أول حاجة كناخدك طريف القرعة كنقطع طريفات على هات شكل هذا كنوضعو في الكسكاس ونوضع لي وحدة الرشة ونوضعوه جانبا بالنسبة لي انا صراحة الخضيرة كنفضل انني نفورة يعني نبخرة فعود ما نسلقها فاش كنسلقو الخضيرة صراحة كتجيو ميها يعني كتسهز معنا وحدة الكمية ديالة ماء كتيرة وما كتجيو صراحة بنينا كيف ماء مبخرة فانا صراحة كنفضل انني نبخر الخضيرة صفي كنقطع البطاطا تحتها هي بنفس طريقة كنوضع في الكسكاس مع شوية ديالة ملحة بطبيعة الحال باش مد طيب شلينا هكا بسوسة كنناخد هنا الجزار او الزرودية بالنسبة للزرودية يلا خذيتها يعني بقى جديدة كنقطعها بها بدك القلب ديالها يعني شرائح او ضويرات على تشكل هكا من بعد كنحطها جانبان كنحط ايدلو بيشعره من بعد ما نقيتها وصلتها بطبيعة الحال كنوضع لهم شوية ديالة ملحة وخات قدروا الملحة هماشي مشكل حيث غادي تتبخر وكيف ممكن عرفوا الحاجة المبخرة يعني كي تطيح من ندك الملحة ما غاديش تجيكون مرحة بصيفة نهائية بالعكس غادي تجيكون بنينة نخليها تتبخر لمدة 15 دقيقة من بعد ما يطلع فيها البخار هنا من بعد ممرض 15 دقيقة شوفوا معي خديرة ديالنا راها طيبة حاولوا انكم ما تخليوها طيب بزاف باش ما يتخسرش لكم الشكل ديالها باش يكونوا كديروها في المقلة يعني ما يتخسرش لك الشكل ديال الخضيرة ينفوها كيدخلها الطيب صفي تحسو بها انها طابس مباشرة كتطفو عليها ممر هنا في مقيلة كندوس نوضع معلقة صغيرة ديال الزلدة هو واحد تقريبا معلقة كبيرة ديال زيت العود او زيت البلدية من بعد اول حاجة نوضع هي البطاطا بالنسبة للبطاطا حاولوا انكم اخواتي ما تحركوها بتكم معي القاعدة ديال الخشب غير بلمقيلك ما غادي تلاحظو معي باش ما يتخسرش كي ما يجبلكم الشكل ديالها خصوصيني لكن عندكم البطاطا جديدة يعني البطاطا البيضاء وجديدة عركتكم ما شاء الله مرملة وفي الساعة كيتخسر شكل ديالها اللي حركتوها بالمقلة صفيك نوضع فيها نية شوية ديال عندلو سحبوب مدقوق ايضا شوية ديال كامون شوية ديال الابزار ثوما ببودر كيف ما رحطون عيه وكان بقى نقلب فيها بهاد شكل هاكا هان ثوما باش كيتقام حتى افضلنا على دك الشكل او دك التقطيع اللي كنقطعوها بها كنخليها حتى كد تصوطها مليح كما كنقولولها كد شحار مليح وكد ذهبب بطبيت الحد ومن بعد كندوس كنحيدها في نفس المقلة كناخد الجازر بنفس طريقة كنوضع شوية ديال زبدة شوية ديال زيت العود ايضا شوية ديال ابزار الكامون عندلوس حبوب مدقوق وكان وضع تماء بطبيت اللي ما مطوفرش عندها تماء بطبيت يمكنك لكم تستعملوه تماء العادية يعني وحتريس ديال تماء اذا اللي ما مطوفرش عنده يعني المعندلوسها كحبوب مدقوق يمكنك لكم تديروه خضر يعني تقطعوها كوحد الكنية ديال ماعندلوس سقيق وسبقاو توضعوه بنفس الطريقة كنخلي واحد كتتحمر لنا يعني ديال زرودية او الجازر من بعد كنناخد القرعاء طلق القرعاء صرحة نحاولو انه قوم متتحصرش ديال شكيل ديالها حيث ما شاء الله كيف ما كان عرف القرعارة في الساعة كالطيب وبالنسبة لها ديالنه عدد ديال القرعاء كيجي واعر بزاف المدق دياله كما تلكم اللي عنده القرعاء كام غروصة غير يحييدها فدر وقيتها هذي جربوها او رضو عليها اخر حاجة كنوضع يلو بيشعرك فيما كان لحضوره كولهم نفس التوابي كنوضع فيهم بالنسبة الاخوات اللي كيبغيوا انهم يخلطوا الخضراء تجيهم خلطة فيمكلكم تخلطوها يعني وتديروها في مرة واحدة يعني تديرو فيها الزبدة الزيت العود تديرو شوية ديال كامون شوية ديال الابزار اللي هو الفلفو الاسود ايضا عند لوس يعني حبوب مدقوق وشوية ديال الملحطة بيت الحد صافيو كتخليوها في ضربة واحدة يعني كتديرو خضير ديال كنتصوطيوها في ضربة واحدة يلو كنتو غادي تقدموها يعني مخلطة فانا صراحةان غادي نقدمها كل خضيرة بوحدها يعني ماضيش نخلطها صافي من بعد مما كان صوتي ذاك الخضيرة ديالي صافيك نوضعها هنا في الصحة كما قدلكم كل خضيرة كنخليها بوحدها واخر حاجة كنوضع عليها تقريبا واحد مالقة ديال الحامض حلقة من الفوق يمكن لكم تديرو في المقلاق صراحةان انا نسيتو في تلك المرحلة هذيك صافيو حت شوي ديال بقدو نسقوه عندلوس مقطع القيق من الفوق وكننقدمها بصحة والرحة كتجي صحية الديدة الديدة بزاف جربوها اردو عليا غادي تنال اعجابكم بزاف ان شاء الله إذا جربتوها بهالطريقة هذي الخضيرة بهالطريقة كتجي ما شاء الله ووعرة بزاف المادة قديلا كما قدلكم ترفقو بيها الاطباق ديالكم خضيرة اللي كتجي ووعرة ضروري ما تكون في الاطباق ديالنا اليومية سوى هذي يعني خضيرها كصوتي او لصالات يعني ضروري ما يكونوا في الاطباق ديالنا يوميا شي حاجة اللي صحية طبيعة الحال نتمنى اخوتي اناتنا اللي اعجابكم هالطريقة نتمنى تجربوها طبطوليا نتمنى اللي اعجبتكم طبيعة الحال وجربتوها تبارتاج والفيديو مع أخوتكم ومصحابكم مع قعد الناس اللي كتعرفو فضلا وليس امرا اذا كنت جدادو الامر مرة كتشادوا للفيديو ولكتشادوا للقناة فكن نقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتيكم معلكم غاتش تركو فيها تشغلو الجرس باش بقد توصلوا بكل ما هو جديد ما تبخلوش اللي يبلي لايكات ديالكم تعالقكم الزوينة اللي كتفرحني وكتشجعني صراحة فاشك نشوفها وليه لايخطيكم عليا اغلى واحسن متتبعات فما تبخلوش عليا اخوتي فقط باللايك وبتعالقكم الزوينة كما نقول لكم دائما ليالي كتحفزني وكتشجعني باش نتقاسم معكم وصفات ليهما جداد ان شاء الله ولبقين كتشادوا الفيديو بطبيعة الحلحة بقى نقول لكم شكرا متستفع على الحسن المتابعة وبسلام عليكم على فيديو جديد ووصفات جديدة ان شاء الله بسلام عليكم اشتركوا في القناة